مرة يوسف المندلاوي يوسف مرحبا بك إذن يوسف مثل ما يعاني الأقليم من هذه المشكلة سنوات طويلة مرت وعقدة النفط بين أربيل وبغداد لم تحل مفاوضات اليوم حسب معلوماتك يوسف هل ستساهم بحلها؟ مرحبا زين طبعا هناك وجهات نظر مختلفة في الأقليم حول جدوى زيارة أو أهمية الزيارة يعني الرؤية الأكثر أن هذه الزيارة ممكن أن تكون هناك تفاؤل حول إمكانية أن تحلل كثير من الملفات العالقة وخصوصا ملف النفط خاصة وأن عشر سنوات قضاها وزير النفط السابق أشدي هورامي الذي خرج من الوزارة بطلب من مسرور بارزاني لم تكن هناك حلول لهذه المشكلة مع بغداد لم تكن هناك رؤية أو شفافية في الموضوع كان هناك دائما في الداخل الكردستاني وخصوصا من المعارضة ومن الأحزاب الإسلامية كان هناك شكوى دائما من أن الحكومة لا تعطي صورة واقعية وواضحة للملف النفطي للرأي العام الكردستاني سأعود سأعرض إليك على هذه النقطة حول إعطاء الإقليم وجهة نظر حول المواطنية الإقليم سأقدم هذا التقرير مشاهدين الكرام ثم نعود إلى يوسف المندلاوي إذ أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو اللجنة التفاوضية مع بغداد آراز خوشناو إن الملف النفطي سيكون حاضرا وبقوة في مباحثات رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الجارية في بغداد وبدأ أن تفاؤله بالوصول إلى حلول جوهرية لهذا الملف الشائك فنتابع سنوات طويلة مرت وعقدة الملف النفطي بين بغداد وأربيل لم تجي طريقا للحل ويعزى السبب لاختلاف بغداد وأربيل حول التفسيرات الدستورية للمشكلة وجهات نظر مختلفة حول مسألة الدستور بالأول مدى حقية إقليم كردستان في بيع النفط بعد هذه تم تسوية هذه المسألة هي مسألة 600 ألف برميل ليست 600 ألف برميل حسب القانون الموازنة العراقية هي 250 ألف برميل يوميا من إنتاج حقول إقليم كردستان العراق ولعل غياب قانون النفط والغاز سبب في تأخير حل هذا الملف فمثل هذا القانون يمكن أن يحسم الجدل حول الحصة التي يتوجب على الإقليم تصديرها ومقدار ما يسلمه لحكومة بغداد من عائدات التصدير هذه الإشكالية مستمرة منذ عام 2007 منذ أن تم تقديم أول مسودة قانون نفط وغاز اتحادي إلى مجلس النواب العراقي ولم يصدر لحد الآن هذا القانون وتلزم الموازنة المادية الاتحادية لعام 2019 إقليم كردستان تسليم عائدات 250 ألف برميل من النفط المصدر من هناك إلى الحكومة الاتحادية وينتج الإقليم حاليا أكثر من 400 ألف برميل يوميا بعد أزمة السنوات الماضية بين بغداد وأربيل يراهن الكثير هنا على حكومة الإقليم الجديدة وعلى زيارة رئيسها لبغداد عسى أن تحل عقدة المشاكل أو أن ترسم طريقا لحلها يوسف المندلاوي الحرة أربيل وهذه مشاهدية كرام عودة إلى مراسلنا يوسف المندلاوي من أربيل إذن كنت تتحدث يوسف وأريد أن أسألك بذات الوقت لماذا هنا لم يطلع المسؤولون الأكراد مواطني الأقليم على السبب الرئيسي للخلاف مع بغداد بالضبط يعني الملف النفطي هو بقي في كثير من تفاصله بيد الحكومة وكان يعتمد سيد نيشيرفان بارزاني رئيس الحكومة السابق على أشي هرامي في هذه القضية يعني حتى نحن كإعلاميين عندما كنا نتصل بأعضاء في لجنة النفط والغاز لإعطائنا صورة حول ما يجري من أمور نفطية كانوا يقولون أن هذا الموضوع تجده عند المسؤولين في وزارة الثروات الطبيعية يمكنك أن تراجعهم ولكن عندما كنا نسأل حول هذا الموضوع من المسؤولين في وزارة الثروات كانوا دائما لا يعطون التفاصيل يعني هذه قضية النفطية حتى مع بغداد كان موضوع شائك وموضوع لا يطلع عليه كثيرون طيب يوسف هنا سومة تقول أن الأقليم يصدر حوالي 600 ألف برميل بينما أقليم كردستان يقول هذا الرقم مبالغ فيه نحن نصدر ما بين 250 إلى 800 ألف برميل وهذا فرق كبير ما بين الرقمين لماذا لا يطالب هنا المسؤولون في إقليم كردستان بغداد بتشكيل لجنة متخصصة من الطرفين التي تعمل على حصر هذه البراميل المصدرة من الأقليم وإعطاء رقم واقعي يعني زينة أحب أن أقول لك أنه اليوم عندما سألنا سيد العضو في اللجنة التفاوضية قلت له لماذا هناك طرح ل600 ألف برميل يوميا يخرج من الأقليم عبر أنابيب أو ما شابه قال أن هذا الموضوع هو موضوع حزبي هناك أحزاب أو حزب معين يقوم ب يعني الكميات المصدرة الرسمية هي 250 ألف ولكن هناك 150 ألف برميل يمكن أن يقوم به هذا الحزب المعين بنقله ولا توجد هناك ضوابط ولا يوجد هناك تدخل من حكومة الأقليم لوقف هذا الموضوع نعم يوسف كنت معنا من أربيل مراسل الحرة يوسف المندلاوي شكرا جزيلا لك شكرا فاصل ونواصل مشاهدين الكرامة شكرا